عودة الحج محمد رجب. يعني ده واحد من الاخبار بالنسبة لي مش عارف اقول عليه اصنفه ازاي بس هو اقل حاجة ممكن تتعلم علي انه من احلى الاخبار لنا بسمعه في حياتي. لان من ساعة ما الموسيقى ربتدى قصة العزل والدنيا تقولش في شوية لابش كده ما بقاش ضيف دائم على قناة نادي الزمالك. وابيت لها كل اسبوع مرة كل اربعة حمس ايام. وده من هنا انا بقول ان ده عاجل لقناة نادي الزمالك. ان ارجوك وارجوكو قامة وقيمة زي الحج محمد رجب سيبوه موجود على طول لان الموضوع بيبقى كوميدي جدا. حج محمد رجب بعيدا عن وصلة التطبيل المستمرة للموسيقار وقد ايه هو في قلوب كل الزمالكوية ويوم ما كان موجود في النادي كان في سبعين الف زمالكاوي جوه النادي. ما شاء الله يعني ارقام ما بيعملوهاش حتى في الانتخابات بس مش مشكلة. المهم يعني الحج محمد رجب كان بيتكلم على حتة الشكوى بتاعت الفيفة. فخلينا واريكو حتة صغيرة كده الحج محمد رجب كان بيقولي ان نرجع نكمل تاني. لكن هو موجود في قلوب الزمالكوية. موجود في قلب كل الزمالكاوي بيعشق هذا الكيام بكل زرة فيه من شعره. آآ متدر منصور لا يغيب عن الزمالك واذا غاب عن الزمالك يبقى الزمالك الخطر. آآ متدر منصور هو طاقة امل وطاقة نور لجمهيل نادي الزمالك ولا يمكن لا يمكن امدا يغيب عن قلوبنا. المستشار ما لما حين رايح الفيفة ما راحوا جري وساحبوا القضية من المحكمة المدنية يعني ما هي الجريمة واقعت او المخالفة واقعت نعم خلاص واخت بالك. طيب الحج محمد هنا بيتكلم ان انتوا اول ما بتروحوا تشكوا للفيفة كزمالك يعني او اول ما مسخر بيبتدي يرفع شكوى للفيفة وقال ان هو يرفع شكوى للفيفة فاحنا جرينا ساحبنا القضية. حج محمد رجب ما يعرفش او يعرف بس مش عايز يقول ان هما اضعف شوية من ان هما يبقى ليهم رأي يعني او ان هما لما يقولوا حاجة زي كده هنرجع في كلامنا لان يا حج محمد انتوا بتقدموا شكوى للفيفة كل اتنين واربع يعني انتوا تقريبا هيبقى في مكتب صغير كده في الفيفة اسمه استقبال شكوى الزمالك سوى الزمالك بيقدمها او بيتقدم فيه لان انتوا برضو لعبها كتيرة من مرمطاك واناك في الفيفة حرام من ايام يعني اجوجو الله ارحمه وقول لي عمل لك ايه اجوجو اجوجو اللي انت شاريه. بس المهم يعني ان انتوا قصة انتو والفيفة دي مش حاجة معتبرة خالص لان لو احنا خدنا على كلامكو فانتوا مسلا يا حج محمد بقى لكم حوالي تلات اواربع سنين كده عايشين في هوجة بتاعت ان انتوا هترفعوا شكوى للفيفة بتاعتنا دي القرن واننا دي قرن هيعود لمن يستحقه ومش عارف ايه وما بتعملوش حاجة. اه واحدة من الشكاوي اللي انتو بتتكلموا عليها دي القاتة ان انتو هتقدموا شكوى عشان بيتقل لكم بليلة. وهتقدموا شكوى عشان بيتقل اسماعيلي مانجا وهيتقدم شكوى عنصريات ضد كهربة. وشكوى ضد اه جمهور الاهلي عشان من تلات سنين شتم تركي الشيخ. فيعني لو احنا خدناكو على قد تعالوكو يا حاج محمد هيبقى احنا اللي محتاجين نتعالج مش انتو. احنا بنتعامل معاكو كخامت كوميديا. كحاجة ترفع عننا اليوم بتاعنا. يعني زمان لو انت كنت مفدش برضو ليك فدش كده حاج محمد ايام ما كان ايه بسطة الدش دي بتاخدها من انت والجران تشتركه في قام قناة. كان في قناة طلعت كده اسمها موجا كوميدي. القناة دي قعدت تندسر وتروح وقالت الكوميديا في مصر لحدة ما انتو ظهرتو. فربنا خليك قولينا يا حاج محمد. واتمنى اتمنى ان انت دايما تطلع على قناة الزمالة التدافع على الموسيقار وتقول ان هو في قلب كل زمانيكاوي وان في سبعين الف كانوا في النادي عشان اتطمنوا بس ان الموسيقار موجود. والحاجات اللي انت بتقولها دي عشان والله العظيم بتوحشنا فما تغيبش كتير.